اشتركوا في القناة 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 لأكوار تصيع أخويا برضاك لغصب عليك يجرني الشمر من بين ايديك هيا والله أخويا يجرني الشمر من بين دين أخويا لتقول ما عندك مرء ولتقول ضيعت تحفظها ما شاء الله عليك أخويا لتقول ما عندك شمروا ولتقول ضيعت الأخوة ترى ما أخوذتني أحسين قوة شوف بالعدو بيش سوى أي والله ساطى لم تؤوني أخوه أخوها أخوها أخوة أخوها ومن الصباح دن لنا نقلمها تحفظ ما أشوفني يا حسين غير أجبال له تتراد في قبالي يا خويا مثل الغ أنا من حنة الأيتام صرت بحالمه وإحنا حرم تدرون ما نسلك بلك وويلاء محمل سكينة لو تزال زل من يجي ولو طاح من عدن طفيل يا هلي وحادث عن ترويعنا يبرد غلي وهل بر لك فرما تقطع للرجل وويلاء حرق الخيائم يا حسين ما خلى لنا حق وحرمكم ذواب قلبها فقد الرجاء والله ما ظللنا جلايات فقد الاركوب لجه ما هودت عني ولا ساعة من الوالي خويا خويا لد قول عني سافره ومواد شا لو خواتي وللقبور ما شايعوا يا لت يا لت هم وياك بالبار بالبار يتركوا ولا روح حسرًا يسرًا فوق المهار الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلوا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط أمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطر مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الله قدل على محمد وآل محمد الله قدل على محمد وآل محمد إن للإنسان حالتين مع الله الحالة الأولى حالة النعيم والرخاء بحيث أن الإنسان بإمكانه مئة عام يدعو الله أن يديم عليه النعمة ويكثرها فإن هذا العبد لا يتعب ولا يمل ولا يكل من الدعاء ليش؟ لأنه منعم لأنه لم يمسه البلاء إطلاقاً الحالة الثانية وإذا مسه الشر كم يتحمل الإنسان البلاء سنة سنتين ثلاث أربع فإنه يمل ويكل يقول له الله بيستجيب إلي كان رفع عني البلاء بينما هذه حالة سلبية حالة ابتعادية خصوصاً حينما نقرأ في كتب التأريخ سيرة الأسلاف والعظماء أمثال الأنبياء والأولياء كيف كانوا يصبرون على البلاء إنما يحل بنا من بلاء ليس شيئاً في مقابل ما لقيه أهل البيت عليهم الصلاة لكن حتى نتعلم كيفية الصبر والتكيف على أعظم الإبتلاءات وإن طالت نحتاج أن نتعرف على الحالات التي يعاملنا الله تبارك وتعالى فيها ونقارن شلون الله يعاملنا وشلون إحنا نعامل الله أكو فرق في التعامل لما أكو فرق واحد راح أذكر لك ثلاث حالات نجد الله تبارك وتعالى يعاملنا محاملة مختلفة أولاً الحالة الأولى هي الحالة الثابتة إِلِّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُعَامِلُ الْخَلْقِ سَوَاسِيَةَ لا يُفرِّق بين مسلم وكافر بين مؤمن وفاسق يتعامل مع الجميع على حد سواء بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا من الذي يرزق؟ أليس هو الله؟ لو كان الرزق منوط بالطاعة والمعصية لما رزق أحد لما نيجي نتأمل تقول أنت اليوم إش قد عصيت الله؟ لكن ما سلبك رزقك وما قصر في عطائه لك إذن الله تبارك وتعالى حتى الكافر شوفوا الكفار إش قد منحمين؟ الله تبارك وتعالى يقسم الأرزاق بشكل دقيق تعالي قرأ بعض الآيات القرآنية لنتعرف على أن رزق الله تبارك وتعالى دقيق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث الغيث شنو الغيث؟ هو المطر الغيث كل بركة تنزل من السماء تسمى بركة تسمى غيثاً حتى الإبتلاءها يسميه الله في القرآن غيث ليش؟ لأن الإبتلاء باطنه رحمة شيء يقول الله في القرآن الكريم وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بماذا؟ بِمَا أَنْ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ حتى هذا العذاب الله يعتبر رحمة كل ما يصدر من الله تبارك وتعالى رحمة فالإنسان الذي ينظر إلى بلائه بأنه رحمة من الله تبارك وتعالى مهما طال أمد هذا الإبتلاء فإن الله تبارك وتعالى يجد هذا الإنسان صابر فالرزق لا يفرق الله تبارك وتعالى بين أحداً من خلقه مو بس البشر جميع المخلوقات العلام المجلسي قدس الله روحه الطاهرة يذكر قضية من القضايا يقول جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام طرق الباب من الطارق قال عزرائيل قال لنبي الله موسى أجئتني زائراً أم قابراً قال لأنا ما أزور ولم يخلقني الله للزيارة أنا أأتي للقاب قال له أتمهلني تعطيني مجال قال ليس بيدي إنما يأمرني الله تبارك وتعالى وأنا أنفل فقال إذا سأدعو الله دع الله تبارك وتعالى يا إلهي أمهلني قال له الله ليس تريدني أمهلك قال يا إلهي إني كفلت فقيراً هذا فقير يتيم وما عند أحد ينفق يصرف عليه بس أريدك تعطيني مجال أأمن لواحد يكفل ووقبض روحه قال له من يخالف تعال إلى البحر يا موسى أنا أرد وريك شيء جاء إلى البحر قال له الله يا موسى اضرب بعصاك البحر ضرب بعصاك البحر خرجت صخرة صماء عظيمة قال له الله يا موسى اضرب بعصاك الحجر ضرب بعصاك الحجر فانفلقت قال له يا موسى أريدك أن تنظر بدقة إلى قلب الصخرة انظر ماذا ترى فجاء إلى تلك الصخرة يدقق وجد في بطنها نملة صغيرة قال إلهي إني أرى نملة قال يا موسى كيف استطاعت هذه النملة أن تعيش في غمرات البحر ومن الذي يأتيها برزقها بطعامها وشرابها هايلو تطلع من الصخرة تموت يا موسى لم تضع النملة في حضرتي فكيف يضيع فقيرك هذا الفقير شنون يضيع مو أنا الرزاق وأنا اللي أقسم النعام رزقه محفوظ فلا تقول يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى ما أعطاني والله سبحانه وتعالى سلبني أنا وأنت لا ندرك المصالح المصالح لما ندركها هذا لي ولا لذلك لابد أن يكون عندنا حسن ظن بمن بالله تبارك وتعالى حتى نستطيع أن نتكيف مع أي وضع يضعنا الله تبارك وتعالى فهذا واحد من الأمور التي يتعامل الله تبارك وتعالى مع عباده بمستوى واحد نعصيه ويرزقنا نتجرى عليه ويرحمنا لكن السؤال إحنا يمكن من نتعامل مع الله بهذا المستوى لكن هل نتعامل مع أنفسنا لما ينجي واحد يغلط عليه تمام؟ يهيني أو يفتري علي بأي شيء أسامحك مو دائما إحنا البشار نحمل في أنفسنا ونحقد على بعضنا البعض ونحكي على بعضنا البعض شو أنت إذا أذنبت وأخطيت ترفع يديك إلى السماء وتقول إلهي أستغترك إلهي العاف إلهي كذا إلهي كذا أدل؟ وإذا إجاك واحد من جنسك يريد منك الصفح والمغفرة اتعات به ساعة كاملة حتى يا الله تقبل حضره لو ما تقبل حضره شوف الله سبحانه وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إذا اللي جاي إليك نادم حينما أخطأ عليك ليش ما أسابك حتى لو كان خطأ جسيم إذا كان نادما فلابد أن أفتح له باب العاف باب الرحمة إذا فتحت له هذا الباب فتح الله لي ألف باب أحب ودائما قال الله شنو يعطيك وإنت شلون تتعامل مع عبادك ليش يقول نسمع هذه المقالة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء شلون تريد الله يرحمك وإنت مو قادر ترحم العبادك هذه أول حالة الحالة الثابتة الحالة الثانية الحالة المتغيرة اللي الله يتعامل مع كل واحد بحسب عمله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تزير وازرة وزر أخرى الآب مؤمن وربى ولده على الطاعة لكن الإبن اختار طريق خطأ هل يعذب الأب بجرم ولده لا الله أعز وأجل ولا تزير وازرة وزر أخرى إيجي ينظر إلي أنا شويت شوف شخل الله عندي أولا جعل علي على يميني وعلى شمالي شنو ملكين في دعائكم أي الكراما كاتبين شنو وظيفتهم الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخي هنا راح أقرأ لك رواهي حقيقة عظيمة عن الإمام الصادق عليه السلام نشوف كرم الله ورحمة الله إلى أي حد يقول إذا تاب العبد توبة نصوحا ماذا يصنع الله ماذا يصنع الله تبارك وتعالى قال الإمام يوحي إلى الملكين فينسهما ما كتباه عليه ينسهما ما يذكرون شيء من ماضي هذا العبد التائر تقدر تقدر آية الرحمة بشيء أنت ثم يوحي إلى الأرض يا أرض اكتمي ما رأيتي منه وما فعله على ظهرك ثم يوحي إلى السماء يا سماء اسمتي وَلَا تُخْبِرِي بِمَا رَأَيْتِي مَنَ هذا عبدي فقد تاب إلي وأنا ضمنته أن لا يعلم أحدهم هاي من كرامة الله على الإنسان حتى يطمعنا في الوصول إليه ويرغبنا في عبادته وطاعته أولا تقول ترى يوم القيامة الله بيعاملني معاملة خاصة أنت من حتى عاملك الله معاملة خاصة إذا أنت عندك ميزة غيرك عند مميزات وإذا عندك صفة غيرك لديه صفات يوم لا أنساب بينهم أكو أنساب ولا هم يتساءلون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أحد العلماء سافر من قوم إلى النجاة قبل مئات السنين وصل إلى ضريح أمير المؤمنين عليه السلام وصار يطوف بعد الانتهاء من الزيارة التفت إلى أنه قد سرق وتعرف ذاك الزمان مو مثل الآن تليفون تحول لك المبلغ اللي تريده ها؟ أكو بنوك وأكو صرافة وأكو ما شاء الله صار يتوسل بأمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا رجل عالي ما أقدر أجي أمد إيدي إلى فلان وإلى فلان دخيلك يا علي فراح إلى محل السكن أنام رأى الإمام أمير المؤمنين في عالم الرؤية قال له اذهب إلى فلان وسترى ما له راح بعد الصبح راح المكان اللي دل عليه الإمام مكان متواضع هناك واحد شيء رجل نوراني من شاف هذا العالم تبسم في وجهه قال له إنما لك محفو ولكن بعد صلاة الظهر تجي نصلي عند أمير المؤمنين الظهر تمام وبعد الظهر تأخذ فلوسك قال له طيب صلوا الظهر قال له خمس دقائق بس أصعد على المنبر وراح تجيك أموالك إلى عندك هذا الرجل النوراني معروف بالواعظ صعد المنبر قال لهم أنا رأيت في عالم الرؤية أن القيامة قد قامت وملائكة العذاب تأخذ الكافرين إلى النار وملائكة الرحمة تأخذ المؤمنين إلى الجنة يقول أنا تساوت سيئاتي وحسنات احترت وين يودوني فأمر الله بي إلى الجنة بعفو قال أنت ماذا سيئاتك وحسناتك متساوية يقولوا أنا أمشي على الصراط وصلت إلى نصف الصراط فخرجت لي شعل من جهنم فقالت لي أيها الشيخ إلى أين قلت إلى الجنة هل تعرفني؟ قال لا قال أنا جارك في دار الدنيا جارك اليهودي الذي أخذت ديناره قال له ما تريد القيامة؟ قال له أبغى ديناري ومن أين أأتيك بدينار؟ قال إما ديناري أو تعطيني من حسناتك ما يقابل الديناء أنا محتاج إلى حسناتك قال له إذا أعطيك من حسناتي راح أدخل النار راح أصير سيئاتي أعلى قال له إذا ما إلك إلا خيار واحد ما هو قال أذيقك حر النار تذوق اللي أنا قاعد أذوق قال له ما يخالف قال له وأنا أختار مكان الحرف مو أنت قال له وين؟ قال بين نحرك وصدرك بين الرقبة والصدر في هذه المنطقة ما قد هذه المنطقة حساسة؟ هذا الرجل وهو على المنبرن كشف عن صدره فوجدوا حرقا حقيقي قال له دينار من يهودها هذا سببه انظروا ماذا فعل هذا اليهودي به حرقني في الدنيا قبل الآخرة علشان دينار الحرامي كان موجود يسمع هذا الحجين يجي إلى العالم يقول لا تفضل آه يفلوسك وأنا تاقب إلى الله ترارك وتعالى بعد هالدنيا ما تسوى الواحد آه يغضب الله وياخد ويسرق وينهب هذه ما تسوى بعد فالشاهد لا تقول أن هذا مو مسلم وهذا كافر لا الله عادل يوم القيامة يتعامل معك كما يتعامل مع ذيرك شنو انت تستعرض أعمالك حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمحهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطقكم الحالة الثالثة يتعامل الله تبارك وتعالى مع المتميزين بحسب تميزهم إن الله مع الصابرين إن الله مع المتقين إن الله مع المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إذا تميزت بشيء يمكن هذا التميز هذا يشفع لك حينما يكون الإنسان صابراً صبره يميزه عن الآخرين يقول النبي صلى الله عليه وآله يقوم عنق يوم القيامة بين يدي الله عنق يعني مجموعة من الناس فيناديهم الله من أنتم فيقولون نحن الصابرون على ما صبرتون قالوا صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معظية الله شلون تصبر على الطاعة وتصبر عن المعظية الطاعة محتاج إلى ممارسة ومداومة لما الإنسان يداوم على صلاة الليل كمرحلة أولى جميل أنه يصل إلى درجة الاستيحاش إذا تركه كأنه قد ترك واجباً هذه المرحلة الأولى لكن ليكون كل همي أنني فقط أصلي صلاة الليل لأن هالمستوى هذا ما يعطيك فوائد الفوائد اللي إذا تريدها خل تكون صلاة الليل هي اللحظة التي أنت تبحث عنها وتطلبها يعني استذوق صلاة الليل في دعاء الإمام اللهم ارزقنا توفيق الطاعة ما قال اللهم وفقني لعمل الطاعة توفيق الطاعة يعني أن تكون متذوقاً للعبادة لما تجي تصلي صلاة الليل تشعر بطعمها تشعر بروحيتها أبو حمزة الثمالي كان قاعد بجنب الإمام السجاد عليه السلام ودخل واحد يقول لي يا ابن رسول الله من هذا الذي بجانبه قال له الإمام لم تسأل قال إني أرى نوراً يصدر من وجهه وجه نوراني قال إن هذا أثر صلاة الليل فإنها تنير الباطن والظاهر لكن متى يوصل الإنسان إلى أعلى المستوى محتاج إلى صاب يعود نفسه أولاً على أن تكون هذه الصلاة جزءاً من حياته وهذه محتاجة إلى مشوار يمكن أن تصلي سنة كاملة ما تترك صلاة الليل ولما تتركها مرة واحدة ينتهي كل شيء عود نفسك في كل عبادة أن تستشعر أبعادها الروحية تحس بيها في كيانك قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي الجوانح القوى الداخلية خل قلبك وروحك وعقلك يستشعران معنى الحب الحقيقي معنى العشق معنى الوصال مع الله تبارك وارك أكو عدن أمثلة شوف الله شلون يتعامل مع الصابرين الذين يقدمون الله إيش الله يقول لنا واستعينوا بماذا؟ بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشج الإنسان يستعين بالصبر على الفجائع والنوائب والصلاة تداوي تلك الجروح التي تركها البلاء يقول الإمام زين العابدين رأيت عمتي زينب في ليلة الحادي عشار تصلي من جلوس ليش تصلي زينب من جلوس أي صلاة الليل قاعدة تصليها من جلوس معذورة من ليلة العاشر ما هجعت عينها لأن تعرب غدا قتل وقتال يقول كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الزيول وبيوم العاشر كلها مو مال نوم إلى ليلة 11 قاعدة تصلي صلاة الليل من جلوس شقد تحب الله شقد صابرة على مصائبها على نوايبها على ابتلاءاتها امرأة فقدت كل ما عندها أعز ما في الوجود في ذلك الزمان هو الحسين راح من عده لكن ما تركت الله لما جاء وقت الله افترشت الأرض ولو كان من جلوس تدعو الله تبارك وتعالى وما تركت مسؤوليتها وهي تحافظ على عائلة أخيها الحسين واقفة بباب الخيمة حتى لو إجى فارس إجى عدو من الأعداء تمنع من دخول الخيمة وهي واقفة بليلة 11 وإذا بها تشوف سوادة قد أقبلت عليها وضعت يدها على قلبها ونادت يا فارس دونك الخيمة نحن نساء مسلبات لا كفيل ولا محام ولا نصير اختنقت بعبرتها ونادته بلسان الحال تقل لي الجايم خيام نشد ريد خياء إن كان قصدك سليب ما خل العداء حجموا علينا وفرهدا وما في خيامنا شكوى إلى الله سلبا وحتى إزرنا يا أكل ما نخينا ما لفى واحد رحمنا يا أكل هذا الخبر عندك ولا تروعها لطفا وويلا تقل صد لا تروع نسوة المظلوم بالليل ما تسمع الحنا بل مخيم ولعوي ما ينكزر قلبك حرا يرمال نكفيل تهجم علىنا في محلنا بل الخياء ش عندك يا زينب اسمع شي تقل له وان كان ما يكفيك حتى تدخل تشوف اسمع لها وان كان ما يكفيك حتى تدخل تشوف اترياض بخل الحرم تتستار بالجفوف ألجيتني بحالي أخبر لك من الخاف بالغصب يا هذا علي أشرح الحق تحجيءه يسمع ولا سمعت كلامه من غير نور يلوح ومضيق الثام كل ما حجت دمعي على خدتها مايه ش تقول له نادا تصد والله انتخذ بفحل رجع وويله ها تخوف تقول له أم من ترد لو انتخذ بغذل منادي يا علي من الجيل عذر ناصر محمد الهادي الهادي ما تحملها اختنق بعبرته قالها يا حر مصيبتك فتت فادي لا تعددن مصيبتك ما تم ليحا ش قالي لها مصاب اللي صابت صاب قلبي حزينة تخبرين من شعف المصيبة نصاب اللي صاب قلبي حزينة يا حر مصاب قلبي حزينة يا حر مصاب قلبي حزينة قالت من انت قالنا لما تنكرينة يا حر مصاب قلبي حزينة أنا أبوك بنتي علي ما خف الحق انكبت علي ونادت أبا يا علي ضربونا أبا يا علي شتمونا أبا يا علي سلمونا أبا يا علي هتكونا أبا يا علي حرقوا خيامنا أبا يا علي قتلوا رجالنا ذبحوا أطفالنا أبا يا علي صعد شمر على صدر الحسين أيها حسينة وأسيدة شي يقل لها رد الخبباري عليلك والخواتين وأنت لوين تريد قال لها الغريين ليش يا أبا تروح وتخلينا قال أنا مقدر أبا تبكر بلا واسمع هلوني أنا مقدر أشوف أحسين يتعفر بالرمال بيت الدعاء وأسألك الدعاء تقول لي أبا إذا مسافر وصي بنا وصي بي الله وروح يا منجي العذرا ما تقدر تشوف أحسين المرمي فاق غبرا شحال اللي شافت شمر صاعد فاق صدرا هبرا وداجا وشال راس فاق عس لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرا ما عليها خمار اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله يا الله يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك فرج اللهم عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض وفي مغاربها من على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية وعلى الخصوص من أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين المسببون لهذا المجلس اللهم تقبل عملهم وأوسع في أرزاقهم واقضي حوائجهم وارحم موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نحدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات ثواب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة